للعام السادس على التوالي والحزن الوافد الجديد على حياة ملايين الأسر اليمنية أينما يممت وجهك فثم توجع يلتهم أرواح الناس ويحيل أيامهم إلى ليال حالكة الظلام غابت الدولة أو غيبت بفعل الإنقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وأحبط العالم كل فرص الخلاص واستعادت اليمنيين لبلادهم خارطة طويلة من الأحزان لونت حياة الناس بالمعاناة وتسرب اليأس من خلال شقوق الأمل القليلة التي تطل من النوافذ المعتمة فشلت كل محاولات الوصول للتسويات ولم يتوقف أحد ولو للحظة لإحصاء أعداد ضحايا الصراع كل يوم ترتفع فيه كلفة الحرب وتضاف أرقام جديدة للمتضررين منها ومن لم تصيبه الحرب أصابته الكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة يدخل اليمنيون رمضان هذا العام بدون مرتبات وفي ظل الإنقسام والتشضي وغياب الحكومة الشرعية وسيطرة الميليشيات المتعددة على أجزاء واسعة من البلاد زادت الأمطار والسيول من معاناة الناس في عدد من المحافظات لتضيف لجراح المواطنين جراحا جديدة ومثل ما واجه اليمنيون الحرب وولاتها دون سند ها هم يقفون في وجه جائحة كورونا بقطاع صحي مدمر وغياب للشفافية والمسؤولية ورغم كل الخراب يستمر الناس في الابتسام في وجه الكوارث والأوجاع هازئين من كل ما تعجز شعوب أخرى عن احتماله رفضي موسيقى